السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخبركم ايه يا وحوش تلت عدادي وده اخر فيديو في حل المحافظات بتاع تلت عدادي حل ملحق كتاب المعاصر وصلى على الحبيب عليه السلام وضغط لايك لو انت لسه مضغط لايك ويفعل زر الجرح شانو صارك كل جديد كل ده بيساعدنا محتوى بتاعنا يبدأ تنشر وتده الناس تعرفوا يلا بينا بطل معنا اول سؤال معتنا حاتم إز تيلنج كريم بيقول حاتم بيتكلم كريم حاتم بيتكلم عن العطلة بتاع اتناية الاسبوع بتاعه بيقوله هاي كريم ازاك يا كريم فكريم بيقوله هاي حاتم where have you been رحت فين فقال له للريف واخد بالك او القرية يعني واخد بالك يبقى to the country زي ما هو كتب لنا تحت تن واستغرب كده بعد كيها سأل سؤال قال له سواني بس انا من غير الخط بس كده نكبر شوية كده سأل سؤال قال له i went with my family انا رحت مع علتي يبقى مع مين انت رحت يبقى مع مين انت رحت واخد بالك مع مين انت رحت يبقى who did you go with رحت مع مين بعد كده سأل سؤال قال له i went انا رحت الحدائق او الحقول عفوا وجمعت بعض الفكهة يبقى عملت ايه هناك يبقى what what did you do there اعملت ايه هناك بعد كده قالت له how fantastic كريم بقول له يا لو من شيء رائع او حاجة جميلة جدا when did you return رجعت امدا قال له مثلا رجعت والله yesterday morning yesterday morning قال له do you like the country قال انت حبيت البلد قال له sure او yes اكيد طبعا طيب بعد كده عندي كلمة musical معناها اداة موسيقي travel معناها سافر reading yearcap riding yearcap برضو flying g played experience معناها تجارب حياتي سوالي بس ايه نظبط الشاشة شوية بقول لك my friends اصدقائي and i وانا are talking about ويتكلموا عن تجاربهم الحياتية يبقى our experience most of them have played instruments اللي هي ادوات موسيقية او الات موسيقية بعد كده واحد فينا ايه بقى عايز اقولنا هو ركب خيل وكده يبقى ريدن ريدن يا جماع لو ركب حصاني no one مفيش حد فينا سافر بالطيارة يبقى هتبقى هنا بعدها تبقى لايك لو انت لسة متغطش لايك ويفعل ذلك جارة شانو صارك كل جديد ويلا نكمل مع بعض القطع يا شبا يقول لي بقى time is very important الوقت مهم جدا لذلك لو انت عندك وقت فاضي ويها لازم ان احنا ننبغي علينا spend it ننطقن بريئة جيدة a person الشخص الذكي او الشخص الحكيم is the one who makes the best use of it ويستخدم الوقت ده افضل استخدام بعض الناس like to practice sports يفضلوا لائقين او عندهم لياقة او اخويا افضلوا القراءة to live in their own يعيشوا في العالم نتكلم بعد كده على القراءة reading is the most important and famous hobby اكتر هواية مشهورة طبعا ومهمة طبعا that people للناس can enjoy a lot هات يستمتعوا بيها جدا it helps them to send and useful time وقت مفيد ووقت لطيف a book is a good friend صديقك الجيد that you have with you where you go بيكون معاك على طول حيث ما زهبت كتاب طبعا صديقك الوفي it provides you with different kinds of knowledge ومليان بالمعلومات حتى ربنا قالك لأول حاجة اقرأ بنا اقرأ بربك الذي خلق واخد برك and lots of information وكتير جدا من المعلومات that is why لهذا السبب we have to encourage معينا نشجع our pupils الطلاب بتاعنا to go school there they can هناك بقى في المكاتب بتاع المدرسة read ويستعير الكتب to know عشان يعرفوا different subject عن مواضيع مختلفة countries and different people الناس مختلفة أنا ودي سيزيل عليها free reading competitions اللي هي مسابقات القراءة المجانية are held بتعقد والفائزين are award بيتموا كفقتهم to spear ان هما يقدوا the love of writing omings students عشان يقضوا بقى وقت بقى كده ما بين الطلاب لان it gives them بتديهم chance to think better يفكروا احسن بولك سابس تايتل افضل عمال القطع اللي هو making good use of time اللي هو افضل استخدام او افضل صنع يعني دي الوقت بتاعك رخب اثنين نقطة canisbier love of reading omings students اللي هو تقضية القراءة بين الطلاب دي لي free reading competition مسابقات بقى بتاع القراءة ثلاثة دي it راجع على مين راجع على spare type بعد كده انا انتقل لي السؤال الكتابي المقالي give a summary to the text ادي كده ملخص للقطع دي مثلا ممكن اقول مثلا we should use احنا ينبغي علينا use our spare spare time نستغل لوقتنا او نستخدم لوقتنا او نستخدم لوقتنا in a paste way بافضل طريق way reading القراءة القراءة is best hobby of the hobby of the that way can make it in our ممكن نعملها make it in our spare time في وقتنا الفاضي طيب كان كفاية او كده يعني طيب بعد كتاب لك how can we make ممكن نعمل افضل استخدام للوقت بتاعتنا بالقراءة وقت بلق ب by reading مقراءة كا we can make the best use of our spare time ها اكبر لك what is importance of school libraries اهمية المكاتب بتاعت المدرسة بلق اخذ بالغ ناخدها من القطع يشباب سواني سواني اخدها من القطع يشباب هي بص الاجابة هي عشان برض ايه لوف انا كنت صغرت الشاشة عشان مشفتهاش بس مكنة صغرت الشاشة شوية طيب طيب ايه بقى مهمة الاتحيات دي ممكن تستعير منها كتب وهكذا سواني ناخد الاجابة هنا اخد الاجابة فيين اخد لهوانها بس شوية knowledge they can read and borrow books انك تعرف معلومات عن موضوعات مختلفة. دي الاجابة يا جماعة. دي اجابة السؤال رقم 6. بعد كده عندي السؤال الاختياري اول واحدة اذا نقط اس اريا بتكون منطقة بتوين ما بين تو ما بين آآ جبلين. دي اللي يا جماعة ليه الوالي. رقم اتنين اسلام اسلاميز كوننكتد اسلام بيكون متصل بيه الانترنت هي از ايه هو بيكون ايه اونلاين. ثلاثة بيقولك نقط جيفز انترام بيدي المضاد بتاع كلمة هايد معناها يخفي مضادها بقى يبين بقى ويوضح لها شو. اربعة وي قاد احنا منضيف الباديع ايه تو زا فرب للفعل كفر عشان ندي اه تو مين آآ اه فايند اوت بنديله بقى دس دس كور معناه يكتشف فايند اون يعني اكتشف. فنحط له دس المقطع دس. كم سمي ماظر مامتي جري اه جريت او كازنز حيه ولاد خالي او ولاد عمي. نقط شي اه 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 لو بتحبوهم جدا يبقى حدتهم بحرارة بقى يبقى وارم لي حرارة لي رقم بي. ستة تو نقط اس تو هيلب انك تساعد وتشجع شخصه ما يبقى تو اه سبورت تدعم بعد كده اقول لك زا فيلم واز تروبول فيلم كان فزيع ات اه اي سينك ات واز انا كدن هو اسوأ اه فيلم انا شفته في حياتي بقى زا بعد اه زا وورست زا وورست. اسوأ فيلم انا شفته في حياتي. طيب رقم اتنين ويل امل ريدنج اسناء اسماء كلمتها اه كتعمل تقرد باي بي جراء ماضي مستمري بقى واز ريدنج. حسن از اه نقط هيبقى انتريست طبعا دي صفة يا جماعة باصف حسن هنا واخد بالك ولا باصف شعوره. لا باصف شعوره بيكون اه مستمتع في مشاهدة اه يبقى باصف هنا اه شعوره ويبقى انتريستي. يكون مهتم. بعد كده اربعة داليا بي فيربتو بيجدعان في لي القاهرة. هي دلوقتي في اسوان. يبقى هي هي سفرت اه هي اه اه راحة القاهرة. راحة وجات ولا راحة ومجاتش هنا. هي دلوقتي في اسوان. يبقى راحة وجات من القاهرة. يبقى شي. داليا هاز. بين. كايرو وهي دلوقتي في القاهرة. طيب بوث كلم من ايمان وآية طبعا مش هتبقى اور هتبقى اند بوث بتيجي معاها اللي هي في النص الرابط اند. انما اور بتيجي معايا. طبعا ندخل على اخر امتحان ويصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وضغط لايك لو انت لسه ما نغطش لايك ويفعل زل الجرش انو وصلك كل جديد كل دا بيساعدنا. محتوى بتاعنا يبدأ تنشر ويلا بيناقب طبعا. بيقول لي بقى عندنا محادسة بين نادر وماهر نادر بيقدم بيقدم برازر اخوه علي لصاحبه ماهر. فناهر بيقول له ايه. هلو مصطفى. ازاك مصطفى. this is my friend عمر. ده صاحبه عمر. فماهر بيقول له ايه بقى. nice to meet you. nice to meet you. how did you do. انت عامل ايه. اذا مسلا قال له علي. ايه. I am fine. I am fine. I am fine. I am fine. Where are we go. هتروح فين. فماهر قال له حاجة او او سوري ايام عفوا ايام او سوري ايام عفوا ايام going to the super market او سوري مركت على تو بقى سألو السؤال قال له to buy some groceries عشنا نشتري حاجات من البيئة لايبوا ايه بواقش لماذا بقى سألو 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 of course you can join us ممكن تنضمن هنا قال له can i join to you ممكن انضمن لكم قال له او والله ممكن انضمن لين بعد كده عندي sign علامة winifuz down بعد كده عندي def اللي هو اصم care يعطني wins علي goes to special score راح للمرأسة خاصة فور نقطة children للاطفال الايه هو كانت هي للاطفال اللي هما مش بيسمعوا بعد كده تعلم نقطة language لغة الاشارة they نقطة واخد بالك in the south the river نهر النايل نهر الناير يمشي من خلال المدينة and there are lots فيه كتير جدا من الحاجات انك تشوفها many people كتير من الناس من الاشجار من العالم كل another place مكان تاني انك تزوره في اسوان بيكون النوبة النوبة فيزدي بعد زيارة المتحف بعض الناس بياخدوا القارب and history and history والتاريخ بتاع النوبة بياخدوا الصور really حقا they are spending وقت جميل جدا ده من الفكرة الاسية بتاعة القطعة التقصف مصر غلط the problem of empire مشاكل البيئة غلط traveling aborde السفر خارجا غلط يبقى اللي جاي برقم B اللي هي زيارة اسوان بيبو الناس بيستبتعوا بزيارة اسوان بعدك رقم اتنين بيقول لك botanical دي معناها ايه بقى معناها plants اللي هو النباتات plants كان بتخيم غلط result منتجع غلط زهو حديقة غلط رقم اتنين the great temple great temple موجود فين يا جدعان لو رجعت اهو بتاع اهو رمز ستاني اهو مااخد بالك سوان عشان اعلملك عليها برضو لما تيجي تطلحها برضو اهي اهو تقدر اهو the great temple رمز ستاني واخد بالك ومتحف دي موجود فين يا جدعان ده كله ده موجود في النوبة اهو ااخد بالك يبقى موجود في اهو اصوان اهو مش النوبة يبقى اصوان طيب بعد كده اولا what can people ايه الناس تقدر تعمله في النوبة اهو باشا بتقدر تزور كل الكلام ده اه اللي تقدر تعمل ايه بقى اه ممكن نكتبه الجدعان من اول some people بعض الناس بتاخد قارب ان هي تزور بقى real nobian valid قارية النوبة بقى اللي يراربه من اسوان والناس هناك بتروح هناك هاش تعلم الثقافة بتاعتهم التاريخ في النوبة وبيشتروا هدايا واخد بالك وبيقضي وقت هناك جميل وبيقضي كل الكلام ده ممكن تكتبه تواخد بالك جميل جدا جدا من اول some people لحد الاخر عفوا من اول some people هنا لحد الاخر طيب رقم خمس اقولك samarize the second paragraph in one sentence لخص ثاني paragraph في جملة واحد اول paragraph اهو ثاني paragraph اهو another place مكان ثاني في اسوان بيكون النوبة اه يبقى ممكن نقول النوبة has many historical ممكن نقول كده لغخصناه ممكن اجابعة نكتب هنا نوبية has عندها عايز اقولك عديد يعني mini عفوا سواني mini historical historical اه مونمنت اصار بقى تاريخية جميلة طبعا مونمنت and other activities you can do there ممكن تعملها هناك طبعا نشاطات ممكن تعملها هناك بقى زي مسلا ان انت اه تروح بالقارب وحاجات زي بحكي ده بقى يقول لك بقى السؤال الاخير يقول لك why do you think تعتقد الناس like to visit نوبية لان هي بتعتقد الناس تزور النوبة ابردو نفس الكلام be cool be cool علشان nubia has عندها many moments and interesting places to see حاجات كويسة ان انت تشوفها هناك وعايز تكتبها كلها في القطعة مفيش اي مشكلة صح برطة طيب ننتقل يا شباب للجزء اللي بقى صلي على الحبيب بيقول لي بقى نقط نقط بيكون something شيء ما زاد good price بيكون سعره كويس واخد بالك بشجع ناس تشتريه ايه اللي هو العبد الخاص special offer اتنين بيقول لك person الشخص اللي هو بيعمل حاجات بدون ما يدفع له فلوس ده اللي هو المتطوع اللي هو volunteer رقم ايه ثلاثة وي قاد احنا بنضيف اللاحقة ايه لكلمة dirt عشان تضي الصفة ايه يبقى dirty منضف لها ال why اربعة زى سينما المرادف بتاع كلمة elderly مرادفها اللي هي elderly معناها كبير مرادفها old كبير يا خمسة hour team فريقنا first اللي بقى الاول في البطولة ده معنى ان هو فاس بالايه اه بالبطولة اللي هو championship رقم ايه بعد قيدة رقم ستة بقول لك امير change غير لون البيت ده معنى ان هو ايه بقى عمل و ايه decorated وهتبقى لك اللي هو ايه دهنه كده ايه هكده اخر حاجة بقول لك زى ميوزيوم متحف ازا good place افضل مكان توجو نقاط زى week end طبعا week end يجد عن بي بتاخد حرف الجاري مش بتاخد حرف الجاري ان بتاخد حرف الجاري يجد عن ايه بقى اللي بتاعها مفرد ثلاثة سوها نقاط اا not had to buy مش مضطرة ان هي تشتري اشترت رز لان هي عندهم كتير يبقى يبقى didn't 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 have to مكايدش مضطرة ان هي تعمل كده لو ما عندهم رز كتير بالفهم طيب، رقم اربعة بيقول لي ايه there were amazingers to hear هم كانوا ايه مستمتعين لهم يسمعوا الاخبار دي حلو جدا amazing هنا وصفت آآ شخص ولا وصفت شيء لا وصفت شخص وصفت شعوره ولا وصفت الشخص نفسه لا اوصفت شعورهم طبعا يبقى مضفلها اي دي يبقى amazing بعد كده 5 اي نقط اي بول تو انا قادر ان انا اي كام وز يو اجي معاك للحفلة عشان كنت تعبان طبعا هنا اي بول تو في الماضي فيربي تو بي ام وز وار لو مضارع الكلام في الماضي واز وير يبقى اي واز اي بول يبقى اي واز انت باع عشان كنتش اي واز انت اي بول تو بس ده اللي كان موجود معايا اخر حاجة وصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام وصفحة مية وعشرة واضغط لايك وفعل زر الجرس ان يوصل لك كل جديد كل ده بيساعدنا من محتوى بتاعنا ابنة اتنشر وتبدأ الناس تعرفوا ويوحد الله يا وحش ودعي لاخوتنا كلهم ويدعي لنا دع دعوة حلوة ويرب تدخلوا تحققوا الحاجات اللي تتمنوها ولو عندك اي سؤالة ويستفسار في غلطة بسيطة شفتها او اي حاجة ممكن تسيبها تحت في التعليقات اتظر كل تعليقاتكو واسب لي تحت كومنت لطيف يعني منك كده افتقرك بي وارد عليه ان شاء الله وبحب جدا كومنتاتكو وتعليقاتكو والشير واللايك بتاعك شيرك بيساعد غيلك والدل على الخير كفاعله صلى على الحيب عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا افر